السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشتغل فيه على تصحيح نموذج آخر من فروض المراقبة المستمرة الخاصة بالسنة الأولى إعدادي الفرد الأول للأسدس الثاني مادة اللغة العربية إذن بداية سنقرأ نص الانطلاق إذن نص بعنوان في معمل السردين يقول النص كان المعمل واسعا والعاملات والعمال لا يكفون عن الهرج والضجيج وكان لكل عمله فطائفة تفرغ صناديق السمك في صهاريج كبيرة وطائفة أخرى منهمكة في غسل السردين وإزالة قشوره الرقيقة ووضعه في صناديق تحمل على الطاولات حيث تعمل طائفة ثالثة على إزالة الرأس والأحشاء كان الجميع في حركة دائبة حتى جاء صوت المسؤول سعيد أسرعوا لا تضيعوا الوقت يجب أن ننتهي من هذه الدفعة قبل الساعة السادسة فأجابته فاطمة دون أن تلتفت إلى مصدر الصوت إننا نشتغل وسوف ننهي قبل الموعد حسنا حسنا ستأتي الشاحنات بعد قليل لشحن علب السردين الجاهزة فقال الحسين الذي كان مكلفا بآلات تصفيف علب السردين على الحزام الآلي إننا في حاجة إلى مزيد من العلب الفارغة حتى لا تتوقف الآلة عن العمل سأرى إن كانت لدينا في المخزن واصل السردين طريقه من صهريج إلى آخر ومن طاولة إلى أخرى ثم إلى الفرن حيث يسلق قبل أن يعبأ في العلب ويصب عليه الزيت وتختم العلب ليعود من جديد إلى فرن الطبخ الأخير ومن هناك إلى مرحلة تجفيف العلب ووضع تاريخ نهاية الصلاحية عليها لترتب بعد ذلك في صناديق للتوزيع الداخلي أو التصدير نحو الخارج إذن هذا هو النص وهو مقتطف من كتاب الريح الشتوية لمبارك ربيع إذن سنمر الآن لإنجاز الأنشطة المتعلقة بهذا الفرد نبدأ بأسئلة القراءة إذن لدينا أولا حدد مجال النص إذن هذا النص مادم أنه يتحدث عن العمل والعمال والشغل والإنتاج والصناعة وما إلى ذلك فهو يدخل في المجال الاقتصادي وعلاقة بهذا السؤال لدينا السؤال الثاني استخرج كلمتين دالتين على مجاله إذن كلمات تدل على أن النص ينتمي للمجال الاقتصادي إذن هناك مثلا من هذا النص هناك كلمات مثل المعمل العاملات العمال العمل الآلة التصدير التوزيع الداخلي إلى غير ذلك من الكلمات ثم السؤال الثالث اشرح الكلمتين التاليتين شرحا صياقيا إذن لدينا كلمة منهمكة إذن وردت في النص هناك طائفة منهمكة في غسل السردين إذن منهمكة فهي تعني منشغلة أو منكبة أو مشتغلة ثم لدينا يعبأ إذن يعبأ السردين في علب إذن يعبأ في علب أي يشحن في علب أو يوضع في العلب أو يصفف في علب رابعا هاتي ضد ما يلي من النص إذن ضد كلمتين سنستخرج ضد الخاص بهم من النص لدينا تبعثر إذن تبعثر الكلمة التي تبدو ضدها من النص هي كلمة ترتاب ثم لدينا انقاطع إذن ضدها من النص كلمة التي يمكن أن تكون ضدها من النص هي كلمة واصلة خامسا لدينا اقترح عنوانا مناسبا آخر للنص النص إذن هذا النص فعنوانه هو في معملي السردين والكاتب يصف فيه حركة العمال والعاملات داخل معمل السردين والمراحل التي يمر منها السردين قبل أن يعبأ في العلب بناء على ذلك سنقترح عنوان آخر للنص مثل صناعة علب السردين إذن هذا عنوان مناسب للنص أو أيضا السردين المعلب أيضا حتى هذا عنوان ممكن أن يكون مناسبا للنص سادسا ماذا طلب سعيد من العمال ولماذا إذن كما رأينا في النص فسعيد طلب من العمال الإصراع في العمل وعدم تضييع الوقت من أجل إنهاء الدفعة قبل الساعة السادسة إذن هذا ما ورد في النص سابعا لدينا السؤال ما هي المراحل التي يمر منها السردين قبل وضعه في العلب إذن كذلك في انطلقا من نص نجيب سنقول هذه المراحل هي أولا يغسل السردين في الصهاريج ويوضع فوق الطاولة ليصل إلى الفرن حيث يسلق ثم يعبأ في العلب ثامنا لدينا صوغي الفكرة المحورية في النص إذن هذا النص قلنا يتحدث عن حركة العمال داخل معمل السردين والمراحل التي يمر منها السردين قبل وضعه في العلب من أجل تصديره أو توزيعه داخليا بناء على ذلك سنقترح هذه الفكرة مثلا سنقول وصف الكاتب لحركة العمال داخل معمل السردين وأدوارهم وأهم المراحل التي يمر منها السردين من أجل تعليبه وتوزيعه تاسعا حدد نوع أسلوب النص إذن أسلوب النص هل هو سردي أم تقريري إذن طبيعة النص فهو عبارة عن نص سردي والنص السردي فتتوفر فيه مواصفات مثلا هذا النص فيه الأحداث فيه الشخصيات فيه الزمان فيه المكان إلى غير ذلك إذن هذا نص سردي إذن أسلوب النص هو أسلوب سردي يغلب عليه السرد والحكي ثم وعلى ما اعتمد هل على الإخبار أم الوصف والسردي والحوار إذن كما رأينا فالنص فهو اعتمد على الوصف والسرد والحوار وهناك حوار بين العمال وبين المسؤول سعيد إلى غير ذلك إذن سنقول أسلوب النص سردي يعتمد على الوصف والسردي والحوار السؤال العاشر للنص قيمة اقتصادية أبرز أين تتجلى إذن القيمة الاقتصادية التي وارد في النص فهي أولا تتجلى في إبراز أهمية الصناعة الصناعة الغدائية في تطور الاقتصاد وخلق فرص الشغل إذن تطور الاقتصاد وخلق فرص الشغل هي قيمة اقتصادية تتجلى في إبراز أهميتها وأهمية الصناعة في ذلك ننتقل الآن لتطبيق على الدروس اللغوية إذن لدينا أشكل ما تحته خط في النص إذن هذه الكلمات في النص عن الذين تفرغ إذن طائفة تفرغ صناديق السماك في صهاريج ثم عندنا هنا في صناديق ثم هنا يجب أن ننتهي ننتهي في المضارع منصوب ثانيا لدينا استخرج من الفقرة الأولى فعلا مضارعا ثم ضعه في الجدول التالي إذن هذا الفعل المضارع الذي سنستخرج فعلامة رفعه هي ثبوت النون والأفعال المضارعة التي ترفع بثبوت النون هي الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل اتصلت به المخاطبة أو ألف لإثنين أو واو الجماعة إذن الفعل الذي سنستخرج اتصلت به واو الجماعة وهو فعل يكفون يكفون وفي النصرة وردت في بداية النص كان المعمل واسعا والعاملات والعمال لا يكفون عن الهرجي والضجيج إذن يكفون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هي ثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة إذن السبب هو فعل مضارع من الأفعال الخمسة ولذلك رفع بثبوت النون السؤال الثالث لدينا هاتي من الفقرة الثانية ما تملأ به الجدول الآتي إذن عندنا هذا الجدول أغنم الأهب بأداة نص وفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إذن من الفقرة الثانية عندنا مثلاً يجب أن ننتهي إذن أن أداة نصب وننتهي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه هي الفتحة الظاهرة على آخره كذلك عن نفع الآخر أن تلتفت إذن أن أداة النصب تلتفت في فعل مضارع منصوب وهو الآخر منصوب بهذه الفتحة الظاهرة على آخره رابعاً لدينا اجعل الكلمة التالية النكرة معرفة ثم ركبها في جملة مفيدة إذن الكلمة التي عندناها كلمة صناديق إذن سنعرفها مثلاً سنقول الصناديق إذن الصناديق فهنا عرفت بأل أو ممكن أن نقول صناديق السماكي إذن هنا صناديق أضيفت إلى اسم معرف بأل وأصبحت معرفة بالإضافة إذن الكلمة الأولى الصناديق معرفة بأل وصناديق السماكي معرفة بالإضافة سنركبها في جملة مثلاً سنقول يفرغ العمال الصناديق في الصهاريجي إذن هنا قرأ الصناديق معرفة بأل أو جملة أخرى مثلاً وضعت صناديق السماكي فوق الطاولات إذن صناديق هنا معرفة بالإضافة خامساً ضع اسم العالم التالي في الجدول إذن اسم العالم لعنة العنة الرشيدة فاطمة الزهراء إذن هوا عنا هنا الرشيدة فاطمة الزهراء إذن من حيث مسماه إذن عنا الإسم سنحدد الاسم هو فاطمة الزهراء واللقب هو الرشيدة إذن الرشيدة لقب أما من حيث اللفظ سنحدد نوع هذا الاسم هذا الاسم فاطمة الزهراء فهو عبارة عن مركب إضافي فاطمة مضاف والزهراء مضاف إليه سادسا حول العبارة التالية إلى جمع المؤنت مع ضبط الشكل إذن نحولها الجمع المؤنت لدينا فأجابته دون أن تلتفت إلى مصدر الصوت إذن هي أجابته إحنا نحولها الجمع المؤنت كأننا نحوله مع الضمير هن سنقول مثلا هن فأجبناه دون أن تلتفتنا إلى مصدر الصوت أو دون أن يلتفتنا دون أن يلتفتنا فأجبناه دون أن يلتفتنا إلى مصدر الصوت السؤال السابع لدينا أعري بالجملة التالية إعرابا تاما إذا الجملة لدينا هي لا تضيع إذن هذه الجملة سنعربها كما يلي إذن لا هذه أداة نهي وجزم تنهى وتجزيم ثم تضيع إذن تضيع هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه هي حدف النون لأنه من الأفعال الخمسة إذن كنا نعرف على أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحدفها أي بحدف النون إذن هنا حدفت النون وهي علامة الجزم ونكمل واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذن هذا واو الجماعة اللي عندي هنا هذا هو الفاعل ننتقل الآن للتعبير والإنشاء إذن عندنا واحد القصاصة إذن سنقرأ هذه القصاصة وسننجز ما هو مطلوب انطلاقا منها إذن قصاصة مأخودة من جريدة الصباح لدينا اعتقلت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتونات أول أمس الخميس شابا في عقده الثاني ينحدر من منطقة إساج بإقليم الحسيمة متلبسا بحيازة كمية من مخضر الشيرة أثناء نزوله من حافلة بالمحطة الطرقية قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة ووضعه رهن الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر قانوني قبل إحالته على النيابة العامة بابتدائية المدينة وكان المتهم في طريقه إلى فاس حيث كان ينوي ترويج الكمية المحجوزة لديه والمقدرة بخمسمائة جرام من الشيرة خبأها بإحكام في قارورة زيت بلاستيكية بسعة خمسة لترات ملأها بالدقيق لتمصي معالم المخضر والحيلولة دون شم رائحته إلا أن يقضت عناصر الأمن تفوقت على دهاء المتهم بعدما شكوا في القارورة ومحتواها قبل أن يفاجأ بإخفاء كمية المخضرات بها إذن حميد البيض مراسل جريدة الصباح بمدينة فاس إذن لدينا أولاً اقرأ القصاصة التالية ثم استخرج منها ما يلي إذن سنستخرج مجال القصاصة مصدرها والإحصائيات والأحداث والوقائع ثم اقترح عنواناً مناسباً للنص واكتب تعليقاً حول الموضوع إذن هذه المطالب سننجزها كما يلي إذن مجال القصاصة إذن طبعاً فهذه القصاصة فهي تنتمي للمجال الاجتماعي إذن اجتماعي مصدرها إذن من أين أخذت إذن كما رأينا فهي أخذت من جريدة الصباح المغربية ثم الإحصائيات إذن الإحصائيات والأرقام لأن فيها عنا شاب في عقده الثاني وعنا كذلك كمية من المخضرات تقدر بخمسمائة جرام من الشيرة وعنا أيضاً وضع المخضرات في قنينة زيت بسعة خمسة لترات ثم الوقائع والأحداث إذن الوقائع والأحداث اللي عنا هي اعتقال شاب في عقده الثاني بالمحطة الطرقية بتونات الشاب متلبس بحيازة كمية من مخضر الشيرة تقدر بخمسمائة جرام ثم اقتياده إلى مخفر الشرطة ووضعه رهن الحراسة النظرية الاستماع إليه في محضر قانوني ثم تقديمه للمحكمة بالإضافة إلى أن الشاب كان ينوي الذهاب إلى فاس لترويج كمية المخضرات إذن هذه الوقائع والأحداث اللي عنا في القصاصة ثم نقترح عنوان مناسب للقصاصة أو للخبر سوف نقوله مثلا في عنوان اعتقال الشاب بتونات متلبسا بحيازة نصف كيلوغرام من المخضرات خمسمائة جرام هي نصف كيلوغرام أخيرا تعليق حول الخبر مثلا سنقول في إطار محاربة ترويج المخضرات أحبطت عناصر الأمن بتونات محاولة شاب للقيام بجريمة من هذا النوع بعدما اعتقلته وهو قادم من إقليم الحسيمة إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النموذج من فروض المراقبة المستمرة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر